خطيبي يشك فيني ويسأل كثير وما شاف مني إلا الخير والله يشوفي هذه المسألة خطرة شوية خطرة من جانبين الجانب الأول الشك عندي نوعين في شك مرضي وفي شك عادي إذا كان هذا الشك شك مرضي هذه مصيفة هذا أما يتعالج عند أخصائي نفسي أو تقولي له باي باي مع السلامة أشوف غيرك أتزوجها هذا إذا كان شك مرضي إذا كان شك طبيعي مو مرضي هذه فيها حالتين الحالة الأولى قد يكون عنده ماضي وعنده علاقات مع بنات وبالتالي مقادر يطلع من هالجو فلما تعرف عليك وخطبت وهو حاط فيه ذهنه أنه إنتي مثل البنات اللي يعرفهم وهذه شوي فيها إشكالية يحتاج إلى وقت حتى يطلع من هالصورة أو الجانب الثاني يكون سامع قصص أو قاري كتب أو قاري روايات أو مسلسلات أو غيرها فكعي يطبق عليك المسألتين هذو الألف وباء تحتاج إلى وقت حتى تنتهي بس حتى يكتشف أنه أنت صادقة وأنه أنت والله ما عندك علاقات أو أنت فعلا مثل ما هو يعني يتوقع هذا بس جواب سريع على موضوع الشك ترجمة نانسي قنقر